فيما يستمر حراك الشارع الجزائري المتصاعد ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة جدد الجيش التزامه بضمان الأمن في الانتخابات المقبلة وبحماية المصلحة العليا للوطن وسط أنباء عن وضع صحي حرج للرئيس في مستشفى جناف يحتاج فيه إلى رعاية طبية مركزة وفق ما كشفت عنه صحيفة تريبيوند جناف السويسرية الصحيفة أشارت إلى مشاكل يواجهها بوتفليقة في التنفس والأحصاب في هذا الإطار طلب سعيد سعدي الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بإظهار الشهادة الطبية للرئيس بوتفليقة أمر حذرت منه عمادة الأطباء الجزائريين حيث قال البروفيسور بقاط بركاني إن الصحة الجيدة لرئيس البلاد ضرورية وليست طرفا مستشفى جناف نفى في تصريحات صحفية أن يكون قد منح هذه الشهادة الطبية جنح الرئيس بوتفليقة كما يرى مراقبون بدأ يتصدع رغم محاولات حملته النزول إلى الميدان للتأكد من جهوزية الفريق لإدارة الحملة باقتدار فبعد الموقف المتوازن لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قيت صالح من حراك الشارع وهو المقرب من بوتفليقة جاء الدور على منظمة المجاهدين لتعلن شرعية مظاهرات الجزائريين منظمة المجاهدين هي خزان السلطة الحاكمة من عقلاء النظام الجزائري وهي تتشكل من قدام العسكريين الذين شاركوا رفقة بوتفليقة في حرب تحرير شعبيا تعرض موقع الحزب الحاكم على الأنترنت إلى هجوم من القراصنة تركوا فيه عبارة تدعو الرئيس وفريقه لتنحي رمضان بالعمري العربية ترجمة نانسي قنقر